يتوقع أنه زيادة حالات الطلاق في المرحلة القادمة كما سبق وأن قلت أنه ستزداد هذه الحالات في لقاءات سابقة أيضاً مع قنواتكم وقنوات أخرى ستزداد هذه الحالة من المسؤول عن الزواج وللأسرة من المسؤول في الحكم في هذا الموضوع يعني من ينظر للأسرة كيف تتزوج كيف يختار الزوج زوجته والزوجة كيف تختار شريك حياتها إذا أنت كنت تجهل معنى الزواج معنى الزواج شرعاً معنى الزواج اجتماعياً معنى الزواج أخلاقياً إذا أنت تجهل هذا وتتجه إلى الزواج من الناحية لإشباع الغرائز الجنسية بالتأكيد سينتهي بمجرد أن تشبع غرائزك الجنسية لأن لا أحد يثقف اجتماعياً هذا الشاب ما معنى الزواج دينياً اليوم المنابر وغيرها لم تعد كافية حقيقة ولم تأخذ دورها الحقيقة في توجيه الناس وإرشادهم فضلاً عن ذلك القوانين واللواح لم تكن معروضة أمام الشاب ليفهم حقيقة معنى الزواج والالتزامات والحقوق والواجبات التي تتعلق بمستقبله يعني ما شفنا في اليوم واحد من الشباب كتب بظهر العقد أو شابة حينما أقدموا على الزواج والله هذه الشروط التي يوردها على العقد ويكتبها بظهر العقد وتصدق حتى يفهمون معنى الزواج شنو معنى الزواج ومو مجرد إشباع رغبات جنسية لتبدأ حقيقة بالإعجاب بالفتاة من هذا الجانب ومن ثم تبدأ المشاكل حينما تبدأ المسؤوليات الجديدة والواجبات الجديدة التي لم تكن متوقع بالنسبة للشاب أن يفهمها وللفتاة أن تفهمها فتبدأ الخلافات هو من بيئة ثقافية مختلفة وهي من بيئة ثقافية مختلفة ولذلك وضعت الخطبة للتقريب بين الثقافتين نحن نختلف حتى مع أنفسنا في بعض الأحيان جزء واحد يضوج من خشم يضوج من عيونه من جسده من ملابسه التي يلبسه فكيف مع شريك حياتي اختاره لازم يكون بمواصفات مدروسة في مرحلة الخطوبة كل واحد عنده مفكرته ويسجل محاسن الطرف الثاني والأزمات التي مر بها في فترة الخطوبة وما هي المعالجات ولكن هذا ما لا نراه من يعلم هؤلاء في أن تكون هناك قصاصات وأوراق مفكرة لدراسة سلوكيات الطرف الثاني لأن كل إنسان يتصرف بطريقة التي يتصرف بها ناشئة عن بيئة اجتماعية وأخلاقية ودينية ولذلك أنا أجد أن نسب الطلاق ستزداد طالما أنه الإعجاب ما زال مستمرة بالجمال والإعجاب ما زال مستمرة بالثروة وما يمكن أن يقدموا هذا الفرد وما يمكن أن تقدموا هذه الفتاة من جمال نعم بعض الزواجات تستمر يعني إحنا اسمعت قبل قليل أن نحتاج إلى قوانين إضافية يا أخي 15 قرن صارنا قدنا قوانين وفقه على كل المذاهب والشرع بعد الساهم نحتاج قوانين جديدة شكرا